العشبات دينا اليوم قال فيها داود الانطاكي في تذكيرها ديالو حارة يبسة ضد الصداع والنزلات البردية تتنقي الحلق وتصفي الصوت وتقطع الدم وتجريع الغازات الغليضة والتخمى وسوق الهضم وضد ضعف الكابيد والطيحان اش قال فيها اهد داود الانطاكي في تذكيرها ديالو قال حارة يبسة اختصاص الصداع والنزلات البردية تتنقي الحلق تصفي الصوت هالي تغني هالي هالي سبكرة تتقطع الدم وتجريع الغازات الغليضة والتخمى وسوق الهضم وضد ضعف الكابيد والطيحان اما ابن البيطار فقال فيها في الكتاب ديالو الجامع يشرب لقروح المعيدة والامعاء واستطلاق البطن ونزيف الراحم ولبروز الراحم والمقعدة نافع الاوران في المعيدة والمقعدة والامعاء والكابيد ينفع من نفط الدم والسعال المزمن جيد للمعيدة محرك للحشاء واذا مضيغة طيب النكهة وشد للتاق وهو يستسخ المعيدة والكابيد تحسن البشرة لا تطليت به وهو رهم قوي المعيدة محلل الرطوبة ديالها والرياح ديالها مسكين المغيس الأوجع يسرع بين جبار الكسر ويسكين وجع العظام يسهل نفط الفضول من سدر أشغال في ابن البيطار أشغال في داود الأنطاكي أشغال ابن البيطار هدو الأئمة الكبار في الكتاب ديالو الجامع تنشربوه لقروح المعيدة والأمعاء وبشي تلق لنا البطن وضد النزيف ديال الراحيم والبروز الراحيم والمقعدة نافع للأورام هديرة مهمة بزاف نافع للأورام في المعيدة والمقعدة والأمعاء والكابيد تنفع من نفس الدم والسوعة للمزمن جيد بزاف للمعيدة محرك للحشاء ولمدغنات يطيبن النكهة ويشدلتها يعني يمدغ كبه يمدغ بيانسير ومحبوب وهو يسخي المعيدة والكابيد يحسن البشرة لا تليناه به هو مقوي المعيدة تحل الرطوبة ديالها والرياح ديالها لذلك الهجاز مسكن للماغيس يعني تسيقى موديك تسرع بالنجبار ديال الكسر وتسكنه واجه على العيضان سوف توقفوا في النقطة هذه وسادة جمال رجعين بعد فاصل إشاري وهي فكرة يعني فرصة أن نخليه المسامعين لو ما يحركوا شوية الدماغ ويفكروا ويخموا كيف متى أنك نخمن رجعين بعد فاصل إشاري طيب رجعنا معكم مسامعين نوصلوا فقرتنا فقرة عنيدوك ثاني عنصر كانت تكلموا عليه ولي بقي لغز بقي ما كشفنا شسر دياله وشنا هو نعطيه المنافى دياله طيب تذكير بسيط على أهم المنافى دياله ودكتوره شامل ونبسطوها الناس ونبسطوها الناس قلنا هو السمغ السمغ دياله واحد شجره مغربية غاباوية اللون دياله بيت صفر وفيه قال بنوسينا اش قال بنوسينا هاد شجر قابض والدهن دياله تنفع من الجربة وتنصبوه تنفرغوه طبيخ دياله دياله ديال الورق دياله العصارة دياله على القروح وتنبتلنا الحم دوك على القروح تنبتلنا الحم فوقها وعلى العظام المكسورة تيجبرها دوك بنوسينا اش قال قال هاد شجره قابضة لا عدنا يون دياري لا عدنا الإسهال رتيجمع المعدة الدهن ديال الشجره دياله تنفع من الجربة ولا اخوينا طبيخ دياله ولا صبينا طبيخ ديال الورق دياله والأصارة دياله على القروح تيخليها تنبتل الحم مثال بسيطة الناس اللي عندهم لأليتي هاد المشاكل الرقادية اللي عندهم لزيسكار رتلقوا مشكل وبنسير اللي مجروح واللي طيب واللي غليد وتتحكي الحم دياله وكل شيء طيبين هذا غير وصفة مفردة فعالة ممتازة المدغ دياله تيجلب البلغم من الرأس لكنه تيجبدلنا البلغم من الرأس وتينقيه وكذلك المضمدة به تتشد لنا اللتة وهو تيقوي المعيدة والكبيد وفاتح الشهية تيفتحنا الشهية الطعام وتيطيب المعيدة ويحرك الحشاء ويدهب البلغم من الجاف سيتانك سبكتورون ها رقناها وتينفع أورام المعيدة ره موهم هاد القديش بدها كلهم تيدكروا قاعل ائمة الكبار الشيقولو نافع ضد الأورام ديال المعيدة ود الكابيد تيقوي الكابيد والأمعاء وتينفع من الأورام ديالها والطبخ ديال الأصل والقشور دياله والورق دياله تينفع من نازف الرحيم ونطوء المقعدة ويدير البول وقد يتيدير البول رهدرنا عليها شخص خطرات مهم تسفي ومهم قلنا أنك يسفي الجسم تكمل من السموم ورحنا سنستعمله في الحلاوي يعني هاد العنصر هاد كنسخلوا الحلوة الممتازة وكل شي ردخل فيها عبد الغزال ممتاز ردخل فيها واش عرفتوا اسميت هاد الشجرة ولا مازال اه هو شجرة رها شجرة السمغ ديالها هو اللي تعطينا علشان هضرو دابا نعود بالزربائش قلنا وقلنا كان مضغوه معلوم وينكهن طيبة ويجمع لنا اللتة وقلنا اللون دياله بيد صفر عندي فكرة السمغ يالله قولي اختي تحليف بالي واحد فكرة ومشا شو صحيحة حولانه يالله قولي مسك الحرة ارضا 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 اشكلنا قلنا عليها ناس اللي غيدخلوا اللي عندهم مثال بسيط الكرياتينين طالع ولي خايفين فشل كلاوي او اللي غيدخلوا يدخلوا فشل كلاوي وحل وصفة مفردة فنة ممتازة ساهلة بنينة معلقة صغيرة ديال مسك الحرة اللي تتسمى المستكة اللي هي السمغ ديال شجرة ديال درو مصرين كدو المستيكا دابتنها درو اللانتيسك اللانتيسك هو الدرو والصمغ دياله والمسك الحرة خدينا معلقة صغيرة ديال مسك الحرة ومعلقة صغيرة ديال مسحوق ديال حبة حلاوة خوين عليهم واحد جوج كيسان بدرجة الغلايان خلينا تخمر واحد الربوع ساعة صفينة دفينا شربنا كاس قبل الفطور لغدال عشان ناس راه الرحمة الكلاوي ولي عندهم مشاكل مشكل كلاوي او هذا وخيف يدخل بفشل كلاوي ها وصفة بسيطة ممتازة فعالة لديدة اشغالوا هاد الاقيم كلهم الكبار على المسك الحرة وعلى الشجر دياله الورق دياله لا من المليحاف لا من الورق دياله ويتفقوا على فائد الساف الأورام وهد النقطة ما ماشي سهلة الأورام ديالماعي داود الكابيد حنا عادي نرجعون نفسلون كل فوائد كتير ديال مسك الحرة ونشرحوا المستمعين يعني نفسلون بطريقة بسيطة وسهلة اشتركوا في القناة